للمرأة الأولى احتضن الأردن أعمل مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة الذي جاء بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الأردني وبحضور قرابة 400 من الشخصيات المعروفة ومن صنع القرار والخبراء والممثلين على المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة ويهدف مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة لمناقشة التحديات التي تواجه نساء في بيئة العمل وكذلك المتطلبات التي تحتاجها الشركات المملكة للنساء من أجل تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا على الصعيدين المحلي والوطنية حول أبرز أهداف ونتائج هذا المؤتمر تحدثنا ضيفتنا من عمان سالي النمسا الأمين العام لللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مرحبا بك معنا صباح الخير سيدة سالي في البداية حدثينا أكثر عن المؤتمر لأول مرة يعقد في الأردن مؤتمر بعنوان تمكين المرأة اقتصاديا ودعينا نعرف المشاهدين بأن تمكين المرأة اقتصاديا يعني إتاحة فرص عمل إتاحة سوق العمل أمام المرأة لماذا؟ أولا صباح الخير بس للتوضيح أن اسمي الدكتورة سلمة أهلا دكتورة صباح خير وليس سالي سلمة 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 يسعد صباحك أهلا وسهلا حقيقة نحن في حديثنا عن التمكين الاقتصادي للمرأة صحيح فرص العمل هي جزء مهم منها لكن هي ما نظر إليه المؤتمر قضية أوسع نتحدث على توفير لم نتحدث عن خروج المرأة للعمل أو تمكينها الاقتصادي هي كمالكة كصاحبة عمل أو توسيع فرص العمل ووجود بيئة عمل لائقة ولكن أيضا أهمية قدرتها على اتخاذ القرار على مواردها والموارد المالية فالتمكين الاقتصادي ليس مجرد الخروج للعمل إنما هو القدرة على المرأة على الاستقلال في قرار حريط قرارها حول الموارد والاعتراف بمشاركتها في دخل الأسرة وأثرها على تنمية المجتمع بشكل عام طبعا كمؤتمر حقيقة هو يتميز؟ نعم كمؤتمر يعني كمؤتمر سنتحدث أكيد عن تفاصيل المؤتمر ولكن حديثينا أكثر عن أبرز أهداف المؤتمر كيف تنسجم مع الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة طبعا هذا ما أرأت أن أشير إليها أولا المؤتمر نحن طبعا هناك دائما نبحث في مؤتمرات موضوع التمكين الاقتصادي والبيئة ما يميز هذا المؤتمر بأن سيدات البرلمانيات الأردنيات هم من دعوا إليه للحكومة الأردنية وكانت الفكرة هي أن تضع الحكومة أمام مسؤولياتها بأن ماذا ستلتزم سواء في مراجعة التشريعات أو السياسات أو الإجراءات أو خلق البيئة المناسبة على مستوى المحافظات الأردنية لإيجاد فرص عمل للمرأة أو تمكين المرأة من فتح عملها الخاص أو تطويره على مستوى المحافظات لأننا نحن جزء من مشكلتنا أن التركيز عادة يكون على العاصمة فرص العمل موجودة في العاصمة الخدمات موجودة في العاصمة إنما انخفاض مشاركة الاقتصادية والبطالة فهي عالية بشكل أكبر على مستوى المحافظات وهذا اللقاء وضع كان موجود المسؤولين القطاع الخاص العامل في المحافظات والمستثمر في المحافظات بالإضافة للنساء الرياديات والعاملات في المحافظات وكان هناك جلسات منفصلة لكل محافظة حتى يضع توصيات بأن ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها على مستوى المحافظة لندفع باتجاه التمكين الاقتصادي في المستوى المحافظة وأثره على المستوى الوطني أبرز هذه التوصيات طبعا التوصيات التي خرجت نعم التوصيات خرجت على مستوين هناك توصيات على مستوى كل محافظة يعني مثلا المحافظات ذات الخصائص السياحية كان هناك قضايا ومقترحات مرتبطة بتسهيل العمل للسياحة علاقة الرخص الخدمات المتوفرة فيها هناك مناطق محافظات صناعية كان التركيز على الفروع الانتاجية للمصانع البيئة أثر البيئة على النساء كيف نحمي النساء العاملات في المصانع وكان هناك توصيات على مستوى وطني عام كيف يكون هناك تشريعات محفزة لفتح المرأة لعملها مثل إحفاءها من الضرائب كيف نحفز القطاع الخاص أن يرفع نسبة النساء من حلالك أيضا الحوافز الضريبية في العمل فيه ولكن أيضا كان هناك وهذا أنا أعتقد من أهم القرارات هو أيضا كيف نمأسس ما يخرج به هذا المؤتمر للأسف نحن دائما نخرج نذهب بمؤتمرات وتوصيات فنحن كلجنة وطنية كجهة معنية بوضع استراتيجية المرأة مع الحكومة الأردنية التي كما تفضلتم مربوطة بأهداف التنمية المستدامة خاصة الخامس والثامن المرتبط بالمشاركة الاقتصادية الآن هذه المخرجات ستتم أساستها على مستوى الاستراتيجية والخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية ووجهنا للحكومة والممولين بأن التمويل للنهوض بالمرأة يجب أن تكون خارطة الطريق له هذه الخطة أو الاستراتيجية لضمان التنفيذ على الخامس سنوات القادمة سيدة سلمة يعني لو هنتكلم عن تعزيز دور المرأة في المجتمع البعض يرى أن تعزيز دور المرأة اقتصاديا لا يأتي إلا بالحوار المجتمعي وتغيير بعض الثقافات السائدة في المجتمع كيف تشوفي هذا الموضوع؟ طبعا هذا من المحاور التي تم إثارتها ونحن في استراتيجية المرأة ركزنا عليها ما قلنا أن النهوض بالمرأة والمجتمع بشكل عام لا يمكن أن يقوم على عمود دون الأعمدة الأخرى هو كالبنيان ونحن قلنا بأن لا يمكن لا التمكين الاقتصادي ولا الوصول للمواقع القيادية سواء الاقتصادية أو السياسية دون وجود ثقافة مجتمعية داعمة أعراف وسلوكيات اجتماعية مؤمنة بدور المرأة سواء داخل الأسرة أو في المجتمع وبعلاقة صحية داخل الأسرة لا يمكن حتى أن ننسى أثر قانون الأحوال الشخصية على قدرة المرأة على الخروج للعمل أو على الاعتراف بمساهمتها في الأسرة ومن هنا استراتيجية المرأة فيها مخرج متخصص يرتبط بكيف يعمل التعليم الرسمي والتعلم غير الرسمي من خلال الأسرة والإعلام والعلاقات مع المجتمع وقادة المجتمع من قادة دينيين وغيرهم من المؤثرين كيف سوف يؤثرون أيضا على النظرة المجتمعية للصورة النمطية للمرأة والعلاقات الصحية الأسرية التي تساهم بخروج المرأة ومشاركتها الاقتصاد هذا أيضا ربما يكون مرتبط سيدة سلوى بما يمكن أن يترتب على هذا التمكين ماذا يمكن أن تقدم السيدات للاقتصاد الأردني وكما أشارت روان في إطار طبعا برامج أمامية وبرامج أقراتها الحكومة الأردنية أيضا لاستدامة تنمية الاقتصاد وتحفيز الاقتصاد طبعا نحن الأردن الآن يعتبر قطاع السياحي مثلا من أكثر القطاعات التي تنمو بشكل سريع والحقيقة السياحة على المستوى المحلي هي من الجوانب التي المآن النساء الأردنيات تشارك فيها سواء في العمل في الفنادق السياحية المصنفة ولكن أيضا الآن هناك تركيز على وجود بيوت الضيافة الاستفادة من بيوت الضيافة أن تقدم الأغذية التقليدية فالانتقال من تحويل المنتجات الزراعية لمواد تستخدم في بيوت الضيافة والمطاعم في المناطق السياحية وتستخدمها كمنتجات للتصدير أيضا هذه جوانب الآن النساء تستثمر فيها اليوم عندنا بيوت الضيافة تملكها تعاونيات نسائية أو النساء حققت أولا دخل ممتاز فتحت فرص عمل للنساء في المحافظات وأيضا حتى فتحت فرص للزراعة أصبح هناك تضمين لأراضي زراعية للاستفادة من منتجاتها لرفض فهي الآن نتحدث عن السلسلة الكاملة التي ترتبط بالإنتاج والتأثير على الناتج الاقتصادي طبعا نحن أيضا النساء الأردنيات متعلمات يعني نسبة عالية من أعلى نسبة البطالة هي لمن يحملنا البكالوريوس فأعلى فنحن أيضا هناك قطاع تكنولوجيا المعلومات نعم سيدة سلمة لضيق الوقت كنت تتحدث عن يحمل نساء من يحملنا البكالوريوس أو أعلى في دراسة أثبتت أن وفق إحصائات رسمية أن نسبة النساء التي عندهم متعطلات عن العمل أصبحت بشهادة البكالوريوس عن عمل بيحمل شهادة البكالوريوس في العمل عام 2019 بلغت 83% ما دلالة هذه النسبة من وجهة نظريك؟ هي الأعلى نعم هذا ما هي المشكلة بأن ظروف العمل الآن هذا يرتبط بمجالات العمل في القطاع الخاص لهذا نعمل في الأردن أيضا على مجال إغلاق الفجوة في الأجور توفير بيئة داعمة للأسرة ولتقدم النساء في القطاع الخاص لأن للأسف القطاع الخاص لا زال يرى أن المرأة تضع كلف على هذا القطاع بسبب الاحتياجات المختلفة فالآن نحن بحاجة لتطوير التشريعات والسياسات المحفز للقطاع الخاص الذي يشغل المرأة ولكن أنا بدي أكد أن القطاع الخاص الكبرى مثل البنوك والصناعات الدوائية والتكنولوجيا هي من أكبر مشغلات للمرأة اليوم النساء وصلت فيهم إلى 29 أو 30% مشكلتنا الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 95% من القطاع الخاص في الأردن علينا أن نخلق نضمن تحسن واقع هذه الشركات في ظل الواقع الاقتصادي والإقليمي اللي نحن شايفينه ونحسن وضعها ونخلق المحفزات لها لضمان أنها تكون بيئة تفتح المجال للنساء بالعمل فيها وتسمح لها بالتقدم العملي في هذا المجال كل التوفيق لكم سلمة النمس الأمين العام لللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا